شهدت مخازن والسلع التموينية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف شهدت توافر كفتح السلع التموينية والأرصدة الاستراتيجية من تلك السلع ذلك لتوزيعها على بدالي التموين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية كل شهر وتأكد عدم وجود نقص في أي سلعة من السلعة الأساسية التي تصرف على البطاقات التموينية مخازن فيها أرصدة استراتيجية من السلع الأساسية بأنواعها سواء السكر أو الزيت أو الرز والسلع المتنوعة الثانية بالإضافة طبعا إلى الفروع التجزئة والهيابر التي هي ممتشرة في أنحاء المحافظة والتي نحن مشاركين طبعا فيها في معارض أهل رمضان مخصصين جنب ركني في كل فرع من فروع الشركة أنه يبيع السلع التي هي مبادرة أهلا جميلة ترجمة نانسي قنقر